كرة الطائرة إن شاء الله طيب مبردل في اللي جاية الكرة الطائرة دي هكون في المجموعة اللي احنا فيها وإحنا الحمد لله المتصدرين الدوري أو المتصدرين مجموعتنا برصيد 30 نقطة اللي عجبني في كابتن إبراهيم فخر الدين المدير الفني هو اللي مربع إيده في الصورة دي كابتن إبراهيم فخر الدين أسطور على فكرة كبيرة جدا ودي طبعا اللعبة المنتجرية اللي كانت معانا كمان في بوكان اللي كانت معانا في حلقة من الحلقات وبتشارك بانتظام مع الفريق دي طبعا فرقتنا بالكامل في صالة الشهداء كابتن إبراهيم فخر الدين من المدربين اللي أنا يعني الحقيقة وأنا لعيب حتى كان هو بيمرن الفرق يعني إحنا كنا مثلا نتمرن وهو كان ماسك فريق كرة الطائرة رجال فكنا نشوف تمرينه ونشوفه بيعمل إيه الحقيقة الراجل ده من الناس اللي بتحب تقفل على فرقتها وما تسمع لهش حس ولا تسمع الفرق حس طول الموسي بيتمرن بس بيلعب بس بيشتغل بس دقيق جدا حازم جدا جدا يعني كابتن إبراهيم فخر الدين من المدربين اللي ليهم سيطرة كبيرة جدا على أي فريق يمسكه وبأمانة ما بيروحش حتة اللي ما يزم ينجح هو كده كل التوفيق لي يا رب إن شاء الله ومع بداية المنافسات والاختبارات الحقيقة من عدد الزمالك نتمنى إن شاء الله فرقتنا تبقى عند الموعد كما تعودناها الموعد المناسب كده أخبارنا خلاص جور نادي الأهلي خلصت هنروح لأخبارنا المحلية وزي ما دايما متجيب أهم الأخبار اللي هتحصل خلال الفترة اللي جاية أو اللي حصلت خلال يومين تاتة اللي جايين اتحاد الريشة الطائرة بقيادة الدكتور علي حساب الله الريشة الطائرة لها وضع معين أو وضع خاص إن الريشة الطائرة الاتحاد بيقود أو بيدير فرعين فرع الريشة الطائرة للأسواء وفرع البراليمبي أو لأصحاب القدرات الخاصة في العادي بيبقى عندنا فيه اتحاد براليمبي والتحاد عادي للأصحاء ولكن الريشة طائرة الاتنين فالحقيقة عنده مسؤولية كبيرة مصر هتنظم على أرضها